قطوة بالاتجاه الصحيح هكذا استغبلت الأوساط النيابية خبر تكليف مجلس الوزراء عددا من الوزراء المعنيين بالتحقيق في ظروف ومنابسات إلغاء بعض المناقصات التي تم ترسيتها سابقا ولم يتم توقيع العقود الخاصة بها نظرا لما يحيط بها من شبهات تلك الإجراءات اعتبرت متناغمة مع المطالبات النيابية خطوة إيجابية نعم وأنها جات بعد مطالبات مجلس الأمة وهذا هو المطلوب هذا هو المطلوب أن يكون أي شيء في شبهة فساد أو بالنسبة للمناقصات لكثير من هذه الأمور يجب أن تبادر الحكومة في التحقيق في هذه الشبهة حتى تكون واضحة هذه الأمور ولجان التحقيق مجلس الأمة أيضا فيه عدة لجان قائمة بدورها بالنسبة للتحقيق في بعض الأمور التي فيها الشبهات خطوة في الاتجاه الصحيح وهي تتناغم وتنسجم مع المطالبات النيابية هناك الكثير من الكلام هناك الكثير من اللغط حول تلك المناقصات كان من الضروري بأن تحال هذه المسألة منذ وقت بعيد إلى التحقيق فيها وتقصي الحقائق لأن الكلام اللي فيها يعني كلام كثير ولكن هذه الخطوة من قبل رئيس مجلس الوزراء أعتقد بأنها خطوة كانت في الاتجاه الصحيح الخلل الإداري يعد من أكبر العوامل التي تقف حجر عثرة أمام الإصلاحات وتحقيق التنمية وقل للنواب أصل الخطأ هو في طريقة الموافقات اللي لازم تأخذها حتى تجري أي أو تتمم أي مشروع فإحنا المفروض ننظر في القانون والإجراءات اللي التم هذا اللي ننظر لهم ونحاسب الحكومة على شيء غصب عليها تسوي لنا الإجراء يقول شذي إجراءاتنا تجعل من الموظف قدرة على أن يكون موظف فاصل لأنه ما في رقابة صحيحة ولا في محاسبة على قدر الإنجاز ما في ربط لذلك يتكرر لك شيء مثل مناطق السكنية التي وتفي فيها عيوب في التصميم وغيرها لأنه بطبيعة الحال الموظف اللي يستلم المفتاح من الشغال غير مسؤول يستلم المفتاح ولا يشيك ولا يأتي على الأوقات المهمة في بناءة القسيمة وقت الصب وقت التشطيب ما يكون موجود لأنه معاش ضامنة ولأنه إذا حصل خطأ لن يرجع عليه الخطأ بشيء إنما هذين الناس بترفع على الدولة والدولة تعوض من المال العام وكان مجلس الوزراء قد طلب تحديد الأسباب التي حالت دون توقيع العقد الخاص بكل مناقصة رغم صدور قرار بالترسية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود شبهات فساد وشدد على تكثيف جهود الإصلاح للتصدي للمخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني في تلفزيون المجلس طارق السهو ترجمة نانسي قنقر